بسم الله كتاب العمارة والبيئة المهندس حسن فتحي بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة إن العمارة كفنة لتحظى بنفس الاهتمام الذي تعطيه الجماعة الفنون الأخرى كالتصوير والنهة والموسيقى برغم كونها من أهم أرقان الثقافة ومن أرصق الفنون بالإنسان وأن نرى اليوم أبنية هامة تقوم في المدينة ومشروعات كبرى تنفس في الحضر وفي الريف دون أن يكون لأي منها صدى لدى الجمهور إن هذه الظاهرة لا تعود إلى الجمهور واحدة وإنما لنصفين كافة في الجماعة المصرية المعصرة ومن أسبابها أن ورد ما يأتي واحد عدم تناول النقاط لما يقوم من مباني مستجدة في المدينة أو مشروعات إسكان جماعية في الحضر والريف بالنقض والتقويم على صفحات الجرائد وبقي وسائل الإعلام كما يحدث عقاب إقامة معرض تصوير أو حفل موسيقى حتى يوجد رأي عام تنور في هذا المجال وهذه هي الجوامع ومباني الجامعات ومجموعات المساكن الشعبية والقرى التي تقوم وتقلف الملايين دون أن يقوم ناقد بتقويمها وحساد ما كسبته البلاد وما خسرته من جراء صرف هذه الملايين اثنين إن العمارة فن وعلم أو تقنية وأن الناحية التقنية تعتبر من شؤون ذو الإخصاص من المهنيين وأن في ذلك ما يخرج النسان العادي في إعطاء حكمه وتقديره المبنى وخاصة في الوقت الحاضر الذي تسود فيه العمارة التي تدعي معصرة وقد خلت تماما من العناصر الممارية التقليدية التي تعودها الأهالي في السابق وكان لهم فيها خبرة ورأي سديد هذا على حين لم تتبار بعد أي تقاريد جديدة يصح أن تكون مرشدا ومرجعا في الحكم على قيام الجمالية والثقافية سواء بالنسبة للجمهور أو للمختصين ثلاثة إن تغلب النواحي التقنية على الفن في العمارة المعصرة مما جعل المهنيين يتعالون على الجمهور ولا ياخذون رأيهم في الاعتبار في هذا المجال أورد القصة المحزنة التالية لقد سأل العالم الاجتماعي الفرنسي شنباردلوف المهنسي المعماري السويسي المعروف لوكو بوزيه ما الأمور التي تجعل بالك عندما تقوم بعمل تصميم المسكن مرتبة على حسن أهماتها بالنسبة لك وكان الجواب أولا ما الذي تقصده بالمسكن هل هو ما يخص العميل الخاص الزوون أو الإنسان بصفة عامة أما العملاء الخصوصيون فهو لايكد أصبحوا مخبولين وغبياء في الغالب بما اكتسبوه من العداد السخيفة في خلال حياتهم الجارية إنهم لا يهمونني في قليل أو كثير كتاب الأسرة والمسكن تأليف شنباردلوف طبع المركز القومي لبعوث باريس صفحة 1197 إن تجني لكوبوزيه وتعليه على العميل ما كان يمكن أن يحس في الصبر حيث كانت هناك واحدة في المعرفة تشمل المعماري والعميل والمعماري والمعلم البناء وصاحب الحرفة وكانت الأشكال المعمارية منتفقا عليها جماعيا كمفردات اللغة هذا علما بأن كثير من أعمال لكوبوزيه نفسه ما فقد كلمته عندما فقد حدثته وما يطبق عليه قول دانتي اللاجريري إن مما يدعى حديثا ما هو إلا ما لا يستحق أن يبقى ليهرم أربعة ومما يحرج الإنسان المعاصر عدم وضوح مفاهيم الكثير من المصطلحات التي أصبحت في حكم الأقوال السائرة لدى الغالبية العظمة من الأهالي من زوال اخصاص ومن غيرهم كمفهوم التقدم والتطور والمعاصرة والتخلف والعلم والتكنولوجيا والعروبة والتفرنج إلى آخره مما اختلط في أزهان الكثير من العامة والخاصة من جراء التحول الثقافي والتفرنج الذي حدث في البلاد منذ مبدأ القرن الماضي وزوال التقاليد الفنية التي كانت تحمي القيام الجمالية قبل أن تتوفر ملكات التمايز التي يطلب كل تغيير وجودها لتحل محل التقاليد الموروسة في عمليات التفازي القرار ثم ندر التناول مفاكرين وكتاب لهذه الموضوعات بالدراسة والنشر لتنوير الرأي العام بما جعل بعض المفاهيم الخطأة تأخذ على أنها من البديهيات لذا فقصرت عندما اطلبت إلي دار المعارف وإعداد هذا الكتاب عن العمارة والبيئة ضمن كتابات أخرى تتناول الموضوعات الفنية والثقافية المختلفة لسد هذا النقص البادي في ثقافة عامة إن الموضوع واسع وبلا حدود إذا يتناول فلسفة العمارة والاستيطان والتحضر وصول الجمال والإنسان والجماعة والثقافة بوجعام لذا فإنما يتناوله هذا الكتاب الذي يعتبر من قبيل إيراد بعد رؤوس الموضوعات التي تعانينا جميعا أن نتناولها بالبحث والمناقشة والدراسة بالتفصيل وفي هذه الآونة بالذات لأن المشحونة بالمشروعات الكبرى والتي تواجه البلاد فيها لكثير من المشكلات التي كانت في الريف وفي الحضر على المكاس القومي الكبير أمر الذي يستدعي بازل الجهود المضعفة في كل المجالات الثقافية المرتبطة بالعمارة والاستيطان وعدم الاستيسال بترك الكم يؤثر في الكيف أو أن تؤدي الحاجة الملحة إلى العجلة المخلة فإن كل حجر يدعي على حجر وكل طوبة تدعي على طوبة اليوم سيكون له أثر أثره في إسراء معلم شخصية مجتمعنا المعاصر وتحديد من الملاحة الثقافية لمئات السنين أو في تمسيها وتشويه سحنة الجماعة والبلاد لسمح الله وفقنا المولى عز وجل الجماعة معمارينا ومهنسينا وجمهورا وحكاما وحرفيين لإصال من أمر الله بأن يوصل في عمارة ثقافة البلاد المهنس البيئة البيئة هي الظروف المحيطة التي تؤثر في النمو والحياة وما تعلق بموضوعنا يمكن القول بأن هناك بيئتين الأولى هي البيئة الطبيعية التي من صنع الله سبحانه وتعالى وتشمل كل ما يقع على السطح الجغرافي ويقوم المنظر الطبيعي من جبال وأوضية وأنهار وبحيرات وصحراوات إلى آخره ومعليا من نبات وحيوان وإنسان كما تشمل الجو المحيط بالأرض من حيث المناخ البارد أو الحر أو الراطب أو الجاف إلى آخره وموراء هذا الجو من الكون الكبير بالنجومي وأبراج الفلكية الذي دخل في وعي الإنسان منذ القدم بأنه لا تأثيرات في الحياة على سطح الأرض مما جعلهم يراعونها في عمارة معابدهم وقد بدأ يدخل في وعي الإنسان الحديث متقدم معلوم الفلك والطبيعة التي تتكاملت في علم واحد استروفزيكية وخاصة للطبيعة النووية وعلوم الحياة والنبات والبيئة الأخرى هي البيئة الحضرية التي من صنع الإنسان وتشمل كل مقامه الإنسان من منشآت في البيئة الطبيعية من مباني وعمارات ومنشآت وطرق وصحات وحضائف وأشجار وأدوات وإضاءة وعربات وعلامات مرور وأعلانات والإنسان نفسه بمنابسه وزياء والمختلفة وبالاختصار كل ما تتكون منه المدينة وما تأويه من إنسان وحيوان ونبات وأن على المعمار أن يحترم البيئتين فيما يضع فيهما من منشآت فإذا لم يحترم البيئة الأولى التي من صنع المولى عز وجل كانت خطيئة وإذا لم يحترم الأخرى كانت كلة احترام لمن سوقوه على شريطة أن يكون هؤلاء قد احترموا البيئة التي من صنع الله العمارة إن العمارة هي فن البناء حسب تعريف القموس وبذلك فهي من الناحية التحلية تعتبر فنا وعلما ولكن بالنظر التكاملية تعتبر فنا ومن العلوم الهندسية والتقنية سواء إنها من موثيل التنفيذ إن العمارة هي التي تأوي الإنسان ونشاطه في المجالات الروحية والمادية كافة على المستويات الفردية والجمعية من وقت أن يولد إلى أن يموت فيتشمل جميع المباني الدينية والدينيوية والحضرية والريفية السكنية والعامة الثقافية والتجارية إلى آخره وإنها لمن أهم الوسائل المتاحة للإنسان للتعبير عن تطلعاته التي حاول إشراق بني قومي بالإحساس بها بما وضعه فيها من عناية بتشكيل وخاصة في المباني الدينية وبذلك فإنها تعتبر من أرق الفنون ومن أهم أرقاني الثقافة العمارة والثقافة اثنين اللي قد عرفت الثقافة بأنها حصيلت تفاعل ذكاية الإنسان مع البيئة الطبيعية التي يعيش فيها في عمليات استفاة حاجات الروحية والمادية ويظهر صدق هذا التعريف أكثر مما يظهر في الفنون التشكيلية أو من أخصات العمارة ففي التصوير مثلا يقوم الفنات بمحاكاة الأشكال الطبيعية مما يقع تحت بصره في البيئة من حيوان ونبات وجماد للتعبير عن أحساسي في التأثير بها أما في العمارة فإن المثل الذي يحتزى لا يوجد في الطبيعة لمحاكاة كما هو إنما هي البيئة التي توحي به في عمليات تصميم بمراعات العوامل الجوية ومواد البناء لتوفره إلى آخره من ناحية ومراعات خصاص الإنسان الفيسيولوجية والاستيكولوجية عندما يصمم له المعمارة مسكنة وأن على المعمارة أن يبتكر تكوينته الهندسية الانشائية التي ستتم تبضيعة الحال بصفة التجريد لحد بما لذا قسم بعض النوكات الفنون كاسمين هما فنون محاكاة وتشمل التصوير والنحط والفنون المجردة وتشمل العمارة والموسيقى غير أنه لسح أن يؤخذ ببس لازل تقسيم على علاته إذ لا يمكن أن تخلو أعمال مصور والنحات من درجة ما ونوع ما من التجريد وإلا كان التصويره كأنه فوتوغرافي وكان النحطه كأنه عملية صب قوالب وبالمثل لا يمكن أن تدخل العمارة من نوع ما ودرجة ما من محاكاة الطبيعة حتى تقرب من وعي الإنسان ووجدانه ويمكن أن تخطبه وإلا اقتصرت على أن تكون هندسة إنشائية كما أن الموسيقى ستصبح فرعا من علوم الطبيعة الذي هو علم الصوت إلى أن نسبة المحاكاة للتجريد تختلف في فن الواحد بين مختلف الجماعات ففيما تعلق بالبلاد الشمالية مثلا نجد جمال الطبيعة على مستوى سطح الأرض غنيا بالغابات والجبال والأنهار والأظهار مما يجعل الفكرة مشغولة بالنظر إليها بما لا يترك مجالا كبيرا للخيال لذا نشأة المدارس الكلاسيكية والتأثيرية في التصوير التي تغلب فيها نسبة المحاكاة على التجريد مما لم يكن يسمح منشأتها في البلاد السحراوية حيث طبيعة جرداء خالية تقريبا مما يمكن محاكاته على سطح الأرض فكانت نسبة التجريد هي الكبرى التراز المعماري في السابق وقبل الانهيار الحدوث الثقافية التي كانت تفصل بين الشعوب كانت صفة الصدق في التكوينات المعمارية تأتي بطريقة طبيعية حيث كانت تفاعلات زكاء مختلف الأجناس والجماعات مباشرة مع بيئاتها ولما كانت البيئات تختلف الوحدة والأخرى فقد جاءت حصيلة زياد تفاعلات مختلفة بين البلد والأخر ولقد أخذت بعض أشكال التكوينات الطبيعية بخيال المعماريين من مختلف الأجناس وأثرت في إحساساتهم ووجدانهم مما جعلهم يستعملونها مع التحويل والتنويع في عماراتهم مستبعدين ما لا صحهم موجودين بما يتفق مع صفاتهم ومزاجاتهم لغة تصويرية أصيلة متعددة الألوان والأشكال فإن ما من شخص تفطأ عينه في التمييز بين منحنة هندسي العقد أو سطح كبة إيرانية أو عقد كبة مصرية أو مغربية كما يمكن أن يفطأ أهد في التعرف على نفس المنحنة ونفس البصمة في شكل كبة وغطاء أبريك أو مبخرة من نفس البلد أو الجماعة وكانها خطوط التي يطلب المحلل النفساني للنسان الذي يعالجه أن يرسم عشوائيا من وجدانه وبدون تكلف لكي يكشف ما في عقله الباطن وبذلك وكما وجدت مختلف الجماعات خطوطها النبيعة من العقل الباطن فقد أوجدت أشكالها والترازها المعمارية والمتميزة الخاصة بها والحبيبة إلى النفوس الأهلية التي يتعرف بها عليهم وقد نبعث من وجدانهم كما وجدت أشكال ملابسهم وفنها الشعبية ولغتها وكان هذه الترز النتائج الجميل لزواق سعيد بين زكاء أهل الجماعة ومطلبات البيئة وبالرغم ما تفرضه طرق الإنشاءة من التجنيد في العمارة كثيرة مما نرى محاكاة المعماري للأشكال النباتات والحيوانات في العمارة القديمة أو في العمارة الأهلية المعصرة في بعض البلاد ففي الهند نجد أن الحياة النباتية تغلب في البيئة الطبيعية لذا جاءت بعض أشكال العمارة المعابد الهندوكية مستوفاة من أشكال النبات الصبوار كما أنه عندما دخل الإسلام بعد مناطق الهند فكتستمر استحاء المعمار الهندي بعد أشكال المعمارية من نفس نبات الصبوار كما نرى في مأزانة قطب منار شكل ثلاثة ونبات الصبوار من النوع الذي يدعي كوتزوم هيمالي شكل أربع كما أنه عندما كانت الحياة الحيوانية هي قالبة في بلاد أفريقيا الاستوائية فكتستوح الأفريقيون بعض الأشكال المعمارية والزغرفية من الحيوانات كما نرى في الإلكتريون التي تدع فوق المداخل وعلى أرقان المبنى شكل خمسة ومحاكاته لقرون الوعى لشكل ستة ففي الهند مثلا وصل التأثر إلى حد أن جوع لما ادخل البيت شكل سبع وكانه قناح حيوان أو إنسان إلى أن محاكات الأشكال الطبيعية هنا لم تكن لمجرد الإجاب بالشكل من النحاية الجمالية والزغرفية وحسب كالتصوير في المدرسة التأثيرية إنما كان يقوم الإنسان بذلك لأسباب عقائدية باعتبر أن ما يحاكيه من الكينات الطبيعية موصل رموزا عن بعض مبادئ الخلق وأسرار الحياة فإن كل المخلوقات تخضع في تكوينها ونموها لقوانين أزلية من طبيعية وكيميائية وبييولوجية تحكم فيها معادلات رياضية في تفاعلاتها مع البيئة الطبيعية الخاصة بكل منطقة فالنباتات البلاز الشمالية الباردة إذا ما اختلفت في شكل ونباتات المنطقة الحارة للصحراوية مثلا فما ذلك إلا لخضوعها جميعا لنفس القوانين بما يجعل من كل منها حالة نوعية من المعادلة الكونية فهزيت جان الأعمدة الفروانية التي عملت على شكل أوراق البردي وظهر اللوتس واخصان النخيل التي تنبت في مصر مع التحويل لاتفق مع شكل معماري تنمز إلى ظهرات النمو وزيت جان الأعمدة الأغريكية الكورنتية التي عملت على شكل أوراق نبات الأقحوان الذي ينبت في بلاد اليونان فتختار كل من المعمار المصري والغريكي من النبات ما ينبت في بلدئه واقع عليه بسط كمستخدم القدامة بعض الأشكال الطبيعية في التصميم المعماري مع تجريد دون المحكاة ومراعات النسب الرياضية التي تخضع لها مشكلات كثيرة من حيث كون الفن موهبة من المولى سبحانه وتعالى وتختص بها كل قليلة من البشر ولا يمكن إيجادها بالدراسة لغير المهوب هذا على حين أن الحاجة إلى المبانية الكبيرة الأمر الذي قد تضطر الحال معه إلى التضحية ببعض الكيم الفنية والجمالية والإضاحة هي النقطة وصلها في المدينة يمكن بقرنات العمارة بالموسيقى فإن هناك مئات المدارس الموسيقية التي تخرج الألاف من أصحاب الدبلومات ولكن عد المؤلفين الموهبين في العالم لا تعدى عدد أصابع اليد الواحدة في كل جيل إننا إذا ما استبعدنا بضع عشرات من الأسماء المؤلفين الموسيقيين الغربيين من بلستريانا لباخ من الكلاسكيين وبتوفن وبرأس من الرومانتيكيين لديوكي وسترامفيسكي وجوستا كوفيتش من الحديثيين ما كانت هناك موسيقى غربية لها أي قيمة وانطبق نفس الشيء على فنون النحط والتصوير إنما هناك فوار قبيرة بين هذه الفنون والعمارة من النحية الجماعية فإن القطع الموسيقية توزف في صالة الكونسير التي يحضر إليها مواطنون بمحدة إراداتهم وإذا لم يكن المؤلف على مصورة رفيع فإنه سيرفضه الجمهور ولم يعزي بعد ذلك كمان الصورة التي لا تركه إلى زي المستوى فإنها لن تجد لها مكانا في المعارض وستنتهي بأن توضع واجهها للحقوق في ركن من مرسم الفنان غير المهوم هذا في حين أن الممنى الذي يقوم في المدينة سواجه كل الناس جميلاً كان أو قبيحاً أرادوا رؤيته أم لم يريده كما أنه قد يزيد من جمال البيئة الحضرية بالإضافة إلى ما سبق لسلف وضعه من بني جميلة مما يشعر بحيوية الجماعة ورقيه مستوى الثقافي والحضار كما قد يسيء إلى هذه البيئة ويشعر بالخفاض مستوى الثقافة لذا الجماعة التي سيأخذ عليها أنها يستوي لديها القبيح والجميل وأن الجماعة التي تتجمح حول القبح تعتبر جماعة مريضة ومتخلفة حضارة الجمال في العمارة تسعة فقد يزع بعض الناس إلى أن الشعور بالجمال يعتبر أمر نسبياً يختلف الحكم فيه بين شخص وآخر ولكن الجمال كالصحة يطلب استفاء شروط خاصة خاضعة للقوانين طبيعية وقد أوجد الفلسفة علماً خاصة من الجماليات عرفوه بأنه ذلك النوع من الفلسفة الذي يبحث في الجمال وفي النظريات التي تتعلق بصفاته الأساسية وفي المعايير التي يمكن بها الحكم عليه وعلاقاته بالعكل البشري عشر إن الجمال المعماري في المبنى أو مجموعة المباني التي تتقوم منها الشارع والحي والمدينة إنما وصفها بصرية تنتج عن التأثير بالشكل في السعور بالتوافق بينها وبين القوى العاملة على تكوينه ويمكن القول بأن طبيعاً لم تقصد خلق الجمال في كل شجرة أو جبل إنما هو الإنسان الذي يصف هذه وزاكب الجمال من وقع حساسه بتوافق الشكل مع القوى التي عملت على تكوينه حيث عشر إن العلوم الطبيعية تفيدنا بأن الشكل إذا ما كان يتعلق ببلورة أو بنبات أو إنسان إنما هو محصرة لقوى كثيرة تخضع لقوانين أزلية وأنه في الطبيعة لا نجد أي انحراف عن تلك القاعدة وعندما يكون المعماري بتشكيل أي مبنى من تصميمه فإنه سيضع نفسه ضمن هذه القوى فإذا ما احترم القوانين الأزلية كان لشكل نفس الكيمة الجمالية في الأشكال الطبيعية وقد وصل إلى رأس الحكمة وسيكون العملية أعلى صفات الجمال ليس بصرياً وحسب بل أخلاقياً وروحياً أيضاً فإن الله سبحانه وتعالى قد اختصى الإنسان وحده ضمن باقي البخلوقات بإمكانية تغيير الطبيعة لحد كبير ووضع تكويناته المعمارية وتشكيلاته التخطية إلى جانب التكوينات التي من صنعه عز وجل وأن في هذا مسئولك على عاطق المعماري والمخطط مسئولياتاً جساماً ولكي نقدر هذه المسئوليات ونوضح طبيعة أمر التشكيل فلنتأمل قليلاً في طبيعة التكوينات التي من صنع الليها والناخذ أبسطها ألا وهي البلورات ذات الأشكال الهندسية البسيطة تشكيل حد الأدنى إتناشر إن هناك تباديل وتوافيق لحصرة لها لتجمع زرات أي بلورة من بلورات أي ملح من الأملاح فإذا ما كان أمر تكوين البلورات متروكاً للمصادفة أحتاج الأمر لألاف الملايين من السنين بحسب قوانين الاحتمالات الراضية لكي تأتي ببلورتان من ملح واحد كسلفات النحاس مثلاً متشابهتان فسعى الحين نجد كل بلورات هذا الملح اتفز نفس الشكل في عمليات التبلور إن هذه الظاهرة أو المعجزة تعود إلى أن نظرات سلفات النحاس المزابة في الماء تتجمع في عمليات التبلور بقوة طبيعية تخضع لقوانين أسلية موحدة لمحس عنها ومن هذه القوة الحركة البروانية وهي حركة زبذبية لولبية تتخذها للزرارات التي تشد بينها في نفس الوقت قوة التوتر الصحي وبهتين حركتين الطريدة والجاذبة تترسل الزرارات في بحثها عن السكون بالتنظيمة الذي يعطي أقل ما يمكن من الفراغات بين الوحدة والأخر مما يسمى بتشكيل لحد الأدنى وأنه بهذه الطريقة وحدها ما يجعل شكل البلور النهائي متشابهن مع شكل الزرارة بما نجده من أشكال البلورات الملحة الواحد التشكيل الأمسى 13- إنه إذا كانت القوة الطبيعية تعمل بطريقة ذاتية في تكوين البلورات فسنجد الأمر مختلفا بالنسبة للتكوينات المعمارية إذ أن الطوب والحجارة والخلصانة وباقي مواد البناء التي تأتي وحدها لا تسترصب على شكل جدران وأعمدة وأسكوب حركة ذاتية إنما هي إرادة الإنسان التي ترتب هذه المواد في البناء وتحكم في عملية تشكيل المعماري إلا أن ذلك لا يعني أن يجد المعماري نفسه حر طريقا يفعل ما يشاء كيفما اتفق إنه سيجد نفسه أمام عدد كبير من القوة العامل منها ما هو طبيعي كالحرارة ومنها ما هو ميكانيكي كحركة الهواء فيما يتعلق بالجو والميتابيولوجية ومنها ما هو إنساني فيما يتعلق بالفسيولوجية والسيكولوجية والاجتماع والثقافة وغير ذلك ما يجب على المعماري من راعاته في تشكيل عناصره المعمارية وتنظيمها في الفراغ لإعطاء أكبر كفاية المبنى في توفير الراحة الجسمانية وتحقيق احتياجات الإنسان المادية والروحية إنه علي أن يرعي كل من هذه العامل على حدها وكلها مجتمع في نفس الوقت باعتبارها متكاملة في صعيد واحد هو صعيد التصميم المعماري الذي سيقوم بالإنسان بعقله الوعي وأحساسه وعن طريق عقله الباطن وبذلك تتحول فكرة تشكيل حد الأدنى إلى فكرة تشكيل الأمثل 14 إن في ذلك ما يذكرنا بالحديث النبو الشريف ما زال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا حببته صرت عينة التي يرى بها ويده التي يعمل بها أي أن الإنسان بصفة عامة والمعمارية بصفة خاصة عندما يدأب في التقرب لله سبحانه وتعالى بالعلم والمعرفة لاكتشاف قرنينه الأزلية فإنه عندما يكون بتطبيقها بعقله الوعي وبيضه في تصميماته المعمارية سيصبح كعامل مساعد فيما يكون بعمله من تكوينات معمارية التي ستتم بصفة صدقة للتلسم بها التكوينات الطبيعية ترجمة نانسي قنقر